والواجب على المسلم تجاه الأسباب كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء قال الواجب عليه أن يعتمد على الله عز وجل ولا يعتمد على السبب لأنه جل وعلا لو شاء أن يبطل السبب لأبطله مثال ذلك النار سبب للإحراق ومع ذلك أبطل الله عز وجل هذا السبب لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا نار فوني برد وسلام على إبراهيم الأمر الثاني أن يأتي بالسبب لما؟ لأن الله عز وجل أمر بفعل السبب ولذا يقول ابن القيم رحمه الله إن الالتفات إلى الأسباب شرك الالتفات إلى الأسباب شرك وإنكارها قد حم في العقل يتضح هذا بالمثال لو كان هناك إنسان يكاد أن يموت من العطش والماء عنده قريب فقال أجلس إنني معتمد على الله عز وجل ولن أذهب لشرب هذا الماء إن شاء الله أن يسكيني سقاني ماذا يعد؟ يعد مجنونة لأنه أنكر هذا السبب ترجمة نانسي قنقر